موسيقى مية تلبيكم بحلقة جديدة من برنامج بالعراقي دعم أمريكي متواصل للاقتصاد العراقي اتجسد بتصريحات السفيرة الأمريكية بالعراق قليانا رومونسكي اللي أكدت أن بلادها راح تستمر بتقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق وأن وزارة الخزانة الأمريكية راح أيضا اتواصل تعاونها مع البنك المركز العراقي طبعا هذا يأتي مع توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدلات التضخم بالعراق بالأشهر المقبلة اشلون؟ بفضل سياسة الرقابة النقدية الصارمة اللي اتخذها البنك المركز العراقي والتأثيرات الأخرى بحسب ما يقول الصندوق حلقتنا لهذا اليوم راح تناقش الدعم الأمريكي المتواصل للاقتصاد العراقي وكيف يمكن الاستفادة من هذا الدعم لتلبية حاجيات العراقين وهل بدأ العد التنازلي لاستقرار صرف الدولار في الأسواق؟ وما أبرز العقبات الاقتصادية اللي تقف في طريق تنمية الاقتصاد العراقي من وجهة نظر أمريكية قالت السفيرة الأمريكية بالعراق اليانا رومونسكي أن بلادها ستستمر بتقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي رومونسكي أضافت في تغريدة لها على موقع عكس أن وزارة الخزانة الأمريكية تواصل تعاونها مع البنك المركز العراقي وأن البنوك العراقية قامت بتكوين علاقات مع البنوك الدولية ووصفة الخطوة بالإيجابية في إحراس تقدم لجهة إصلاح القطاع المصرفي خلونا نناقش هذا الموضوع وغيره أيضا من المواضيع بالتأكيد بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج بالعراقي ورحب بضيوف الكرام من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق السيد دوغلاس سليمان ومن بغداد معاون مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية الدكتور محمد يونس والأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي كل الهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام وخلونا نبدأ مع السيد سليمان السفيرة رومونسكي تقول سنستمر بتقديم خدمات الدولار للعراق ماذا يعني هذا؟ عدل وتحياتي لدكتور محمد والدكتور صفوان وأتمنى سنة جديدة عامرة لكم ولمشاهدكم بناية لما ذكرته عن تصريحات السفيرة رومونسكي فهي أخبار مفرحة هذا يدل على أن المصرف المركزي العراقي ووزارة الخزنة الأمريكية وجدت دورا متوازنا بالنسبة للدولار وكل القضايا ذات الصلاة بهذه المسألة خلال الأشهر الماضية كل هذه الجهود بين وزارة الخزنة الأمريكية والمصرف المركزي العراقي والمصرف التجاري العراقي ينسقون أن يعملون عن كثب لتوصفير المزيد من الدولار ودخ الدولارات وأتأكد من أن هذا الدولار لا يحول لمصلحة إيران سيد سليمان بالفترة التي كنت فيها سفيرا في العراق هل واجهتكم نفس الصعوبات فيما يتعلق بخدمات الدولار مع العراق؟ عندما كنت سفيرا في العراق وجهنا نفس التحديات كنا نقلق من تحويلات بالدولار إلى إيران وأعتقد بأن مستوى التعاون بين واشنطن وبغداد قد تحسن منذ ذلك الحين ومع ذلك وفي ضوء ما يحدث في المنطقة وفي ضوء دعم إيران إلى محور المقاومة في إطار الحرب الجارية في قطاع غزة أعتقد بأنه سيكون هناك تطقيق شديد من قبل واشنطن حول استخدام الدولار في العراق وفي ضوء القلق أيضا على أن هذا الدولار يؤدي لمساعدة الاقتصاد العراقي ولا يدخل إلى إيران لمساعدة النشاطات الإيرانية والاقتصاد الإيراني إذن الموضوع ليس بالجديد سيد سليمان لكن إشارتكم إلى أنه سيصب بمصلحة الاستقرار الاقتصادي في العراق في أي جانب برأيكم؟ أظن إن كان هناك سوق للدولار منطقي ويخضع للأنظمة سيسهل توفير الدولار للعراقيين للقيام بالنشطات التجارية واستيراد الناتج وغير ذلك وأيضا من منظور أمريكي سيتم التأكد من الاستخدام النهائي لهذا الدولار سيكون بالطريقة التي تم الإعلان عنها وعبر البنوك الوسيطة الأمريكية سيكون هناك ثقة أكبر بأن الدولار سيستخدم في العراق لأسباب وتبادلات عراقية مشروعة تستلزم الدولار من منظور آمل وعندما يتحسن الاقتصاد العراقي بنفسه سيقل الطلب أو الحاجة إلى الدولار عندما تتم دولارة الاقتصاد مثلا إذا شراء سيارة أو فلاجة أو غيرها من النواتج الباهضة السمن سيكون أفضل للعراق والعراقيين إن كانت هذه التبادلات في المستقبل تشترى بالدينار العراقي وليس بالدولار الأمريكي أمل أننا سنرى أنظمة أفضل ترعى هذا القطاع لتعزيز الدنار العراقي يعني يبدو تصريحات متفائلة سيد سليمان دعني أنتقل ونشرك معنا دكتور محمد دكتور محمد يعني هنا كيف يتعامل العراق مع هذه الخدمات هل تعترض هذه الخدمات أي عقبات؟ سيد سليمان والدكتور صفان محترم الحقيقة اليوم العمل مشترك ووثيق مع الشركات الدوليين مثل الفيدر بزيرف والخزانة الأمريكية وبقية المصارف التي نمتلك معها علاقات جيدة وطيبة لإصلاح عملية النظام المالي في الإعراق اليوم مثل ما تفضل سيد سليمان اليوم الشيء الأبرز حقيقة اللي كان يعني يشوف الشيء من عدم الثقة في موضوع التحويلات الأموال إلى الخارج أغلب الحوالات كانت تذهب إلى المصارف العراقية ليس هنا مراسلين كثيرين فقط مصارف معدودة مراسلة تذهب إلى الحوالة خارج العراق وان ثم تحول هذه الحوالات إلى مختلف دول العالم هنا نقطة اللي كانت تثير قلق وشكل فيدر الزير والخزانة وشركاء الدوليين معهم أيضا اللي صار أنه بعد تطبيق عمليات منصة الإلكترونية وضواب التحويل الخارجي لسنة 2023 حقيقة تم تنظيم هذه العملية مع كل اللي كان يثار أيضا والشكوكة كانت تثار من قبل الفدرال والخزانة وخصوصات التحويلات لكن أنا أشير إلى نقطة مهمة اللي هي التقرير منظمة التجارة العالمية في عام 2022 إلى شيرنا حجم التجارة حجم الواردات العراقية أكثر من 75 مليار دولار إلى الخارج لكن هذه كانت تدار وتمول بطريقة غير منظمة الآن الحمد لله نحن سارين بطريق تنظيم هذه العمليات فتح قنوات جديدة أكثر في أكثر يوميا كسب ثقة الشركاء الدوليين معنا اليوم كل اللي يخرج بوثائق منظمة ومعلومات دقيقة ويخرج إلى جهات معروفة بعد أن يتم تدقيقها بالأنظمة الإلكترونية اللي موجودة في بنك المركز العراقي والأنظمة العالمية اللي موجودة هذا الشيء مهم اليوم اليوم كسب الثقة وكسب ثقة العالم الخارجي أعطى اليوم قوة ومرونة للمصارف العراقية وبالتالي شفنا اليوم مصارفنا العراقية فتحت حسابات في الولايات المتحدة وفي شرق آسيا ومصارف عربية وغيرها لحل حالة هذه المواضيع ولتوفير الدولار لكل من يحتاجه اليوم الحمد لله نحن لم يكن لدينا أي مشكلة أو نقص في موضوع الدولار نوفره لكل من يحتاجه لغراض السفر لغراض تمويل التجارة تسجيلات المدفوعات الإلكترونية لكن يبقى هذه الجزئية التي هي تنظيم هذه العملية ونحن سأرون بها إن شاء الله أو بالتجارة الصحية نعم أشرت حضرتك في البداية لأنه كانت المشكلة هي مشكلة تحويلات دكتور محمد لكن ما زال العراق يعاني من بعض التحويلات إلى بعض الدول خصوصا إلى سوريا وإيران كيف يتم التعامل مع هتين الدولتين وهناك بعض المعاملات التجارية التي تتم أكيد سأل عبد هي هذا حقيقة من النقاط التي تغط على سعر الصرف أنه التعامل العراق مع دول محروم من التعاون بالدولة نحن ماضيين وعندنا حقيقة عدة خطوات في سبيل أيضا تنظيم هذا الموضوع ما رح يبقى هذا الموضوع أيضا بدون تنظيم بدون رقابة بدون آليات عدنا عمل بهذا الخصوص لازم يتنظم هذا الموضوع ما يمكن أن تخرج أموال بدون أي جراءات مالية أو ضمن النطاق المالي والمصرفي بين هذه البلدان نحن لهذا الحكومة عازمة والبنك المركزي عازم على أنه إيجاد قنوات وآليات أيضا لحل هذا الموضوع لأن هذا الموضوع لا زال يضغط على سعر الصرف وبالتالي لا زالت الفجوة بين سعر الصرف الموجود في السوق والسعر الصرف اللي هو الرسمي في البنك المركزي العراقي نعم فقط في مسألة التحويلات الآن كيف تتعاملون كمثال مع سوريا وإيران تحديدا نحن لا لدينا أي تحويلات أي تحويلات رسمية لا تجددينا أي تحويلات رسمية مع سوريا وإيران نعم طب دعنا نشرك هنا سيد قصاي سيد قصاي السفيرة الأمريكية رومونسكي أكدت قيام العديد من البنوك العراقية بتكوين علاقات مع البنوك الدولية وهذا يتم للمرة الأولى كيف يمكن أن يساعد يعني هذا في إحراس تقدم بإصلاح القطاع المصرفي العراقي طبعا تحية لحضرتك وأيضا للضيوف الكرام مشاهدين العزاء من الواضح أن سياسة الاقتراب من متطلبات الامتثال الدولي بالتعامل مع المصارف الأمريكية لدينا مجموعة الستيبانك وجي بي مورغين وععادة الثقة بالمصارف العراقية من خلال طبعا وسطاء الأردنيين سيساهم تدريجيا في تعزيز قبول النظام المالي على المستوى الدولي العراق قبعا يتطلع إلى حالة من التكامل بين الخزانة الأمريكية وبين البنك المركزي هذا السياق يمكن أن يؤدي إلى إعادة تأهيل المتطلبات الامتثال الدولي المحلية هناك مساحة للبنك المركزي للسيطرة على الدينار العراقي وتتبع حركة الدينار وحركة السلاع أعتقد بأن هذا النظام إذا ما تم تنفيذ الشمول المالي حركة الدينار أم الدولار سيد دكتور قصي سهل من مهمة حركة الدينار أم الدولار نعم الشمول المالي داخل العراق نعم معرفة من أين يأتي الدينار أين يذهب سيساهم في قبول التجار العراقيين لأغراض التحويل حاليا عندما يكون لدينا مصارف محلية ومصارف أجنبية المشكلة بأن المصارف العراقية كانت تجهل المعلومات عن من هم التجار العراق حاليا مع قبول قسم من المصارف ومع إعادة تأهيل البيانات المالية المطلوبة ضمن نظام سويفت أصبح هناك إمكانية للتعامل بشكل مباشر مع مصارف عالمية مصرف أبو ظبي مصرف التنمية السنغافوري تعامل بعملات مختلفة سيتي بانك و جي بي مورغين إذا ما نجحت المصارف العراقية في الاقتراب من هذه المتطلبات بمعنى السماح للشركات الأمريكية بالدخول لتنمية الاقتصاد العراقي لا نتطلع فقط لتطوير النظام المالي نتطلع إلى التنمية الاقتصادية من خلال الاقتراب من متطلبات الشركات الأمريكية يعني سيتي بانك و جي بي مورغين كانت هي باب الثقة الذي فتح على العالم نعم حاليا البنك المركزي بعد المفاوضات التي أجريت نجح في أن يكون هناك انسحاب للبنك المركزي وانسحاب للخزان الأمريكية من عمليات التحويل المالي وستصبح اعتبارا من واحد واحد 24 العلاقة مباشرة بين المصارف العراقية والمصارف المراسلة الدولية التي طبعا مقبولة من قبل سيتي بانك و جي بي مورغين هذا الموضوع يعني تحرير التجارة العراقية من سلطة التبعات الاقتصادية للدول المعاقبة وفتح نابلة المنافسة داخل السوق العراقية للتجارة الذين يستوردون بالسعر الرسمي أمام السلع التي يمكن أن تستورد بأسعار سوق الظل وهذه المنافسة إذا ما كانت عادلة ستتوسع التجارة الرسمية من مسارات التجارة التي مقبولة من قبل المجتمع الدولي بعيدا عن نظام العقوبات وستتراجع حصة الدول المعاقبة في الاقتصاد العراقي نعم بالتأكيد ما زال لدينا الكثير من الأسئلة خليكم ويا نظيوفنا الكرام نروح الفاصل وبعدها نتحدث عن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العراقي بالعام عشرين أربعة وعشرين بفعل تخفيضات إنتاج أوبيك بلس أجدد ترحب بكم في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي ضيوفا ومشاهدين ومستمعين هذه المحطة نتحدث بها عن صندوق النقد الدولي وتوقعاته ولكن قبل هذا دعوني أتوقف مع السيد سليمان سيد سليمان يعني صحيفة وولد ستري جورنال الأمريكية كشفت في وقت سابق عن رفض واشنطن طلب عراقي بالحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هل لديكم معلومات أوفى عن هذا الطلب ولماذا رفض؟ لا سلدي بعلومات عن الأسباب المحددة ولكن أعرف بأن الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي العراقي عملوا على التفاصيل خاصة بالدولار مرة جديدة لا أعرف لماذا تم رفض هذا الطلب ولكن أعتقد أن ربما على الأقل هذا حدث في إطار تأثير مسألة تحويل الدولار من البنوك الوسيطة في الولايات المتحدة والأردن وأيضا القيود التنظيمية المفروضة على البنوك الأمريكية وربما ضيوفك الكرام الآخرين ربما لديهم المجد من المعلومات نعم ولكن دعني أسألك قبل أن ننتقل بقية الضيوف سيد سليمان هل لديكم ربما أي معلومات حول أموال عراقية أخرى مودعة في الولايات المتحدة ربما لا يمكن للعراق التصرف بها أظن أن هناك حسابات خاصة عراقية في المصارف الأمريكية وهناك أيضا أصول للعراقيين أكبر في بنوك في الأردن اللبنان والإمارات وفي المنطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا إن الإداعات العراقية في البنوك الأمريكية صغيرة مقارنة مع حجب الاقتصاد الأمريكي إن العراقيين الذين لا يهم إداعات في البنوك الأمريكية معظمهم خارج الولايات المتحدة وفي المنطقة الشرق الأوسط نعم دكتور محمد يونس وحضرتك مدير عام في دارة الاستثمارات والتحويلات الخارجية دعني أسأل عن ذات الموضوع ما كشفت عنها صحيفة والستريت جورنل هل لديكم أي معلومات عنها بأنه رفض واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا؟ طلعاد البداية حقيا بس خلي أصح بعض المعلومات فضل أول معلومة أنه معارم مدير عام وليس مدير عام المعلومة الأخرى اللي ذكرها دكتور صفان أولا كسب الثقة من قبل شركانة في الفيدرزير في الخزانة حقيقة ما جاء لنتيجة علاقاتنا مع سيتي بانك وجي بي مورغين نحن اليوم علاقاتنا تمتد لسنوات مع هذين المصرفين كسب الثقة جاء نتيجة كل العملية كل الآلية اللي نظمت عملية هذه التحويلات من خلال المنصة الإلكترونية اللي فرضت شروط ومتطلبات جديدة طبعا أكيد بالتنسيق مع الفيدرل والخزانة وبقية مراسلين في الخارج بالتالي كل المعلومات أصبحت واضحة مثل ما تفضل الدكتور بخصوص الـ KYC صار واضح مصادر أموال الشركات عينة هذه الأموال المستفيد النهائي كل الأشياء صارت واضحة وبالتالي صارت هذه الثقة المتبادلة وبالتالي نشوف حتى المصارف العالمية الأخرى ساعدت المصارف العراقية وفتحت لها حسابات في الصين في جنوب شرق آسيا في مصارف عربية أو غيرها هذا جانب مهم منه اللي صار وليعزز الثقة بالقطاع المال العراقي النقطة الأخرى التي أريد أنه المنصة لا توقف في واحد واحد أو في اثنين واحد هي ستكون خلال 2024 خلال هذا العام ستجد تدريجيا ستجد إيقاف هذه العملية التي ليست من دور البنق المركزي يعني توقع المصارف التي لديها حسابات مراسية في الخارج نحن نعزز أرصدتها نكون دورنا فقط تعزز أرصدتها ومراقبة عملياتها وهي تمشي حوالاتها مع مراسلينها في الخارج وكي ضمن جراءات وضوابط تدقيقية معدة من قبلنا ومع شركات تدقيق دولية بهذا المجال هذه النقطة النقطة لقد أتكلم بها ساد عادل هذا الموضوع حيث موضوع قديم قبل أشهر موضوع الثيرة في وصف جورنال والبنق الاحتياط الفيدرالي لم يعطي الشحن من الدولار بس خلا أمطيك ملاحظة مهمة اليوم لا توجد أي قيود على احتياطياتنا في الفيدردزير بالعكس نحن نمتلك مطلق الحرية في إدارة هذه الاحتياطيات وفي استثمارها وفي التعزيز أرصدت حسابات مراسليننا في الخارج اليوم قد يكون هناك إجراءات تنظيمية في مجال الشحنات النقدية هذا أقول لك ممكن يصير به بعض الإجراءات وضوابط وفوركاستنج لعملية الطلب مسبقا في بعض الأحيان قد حقيقة وليس عندي المعلومة الدقيقة في هذا الخصوص لأنه يتعلق بدارة أخرى من دار البنك قد يكون هذا الطلب لم يأتي متوافقا مع ما مخطط إليه أو حسب ضوابط أجراءات التنظيمية والدليل ما صار أي شورتج أو أي نقص في الدولار في البنك المركزي ولبق كل متطلبات البيع النقدي والمسافرين والحمد لله كل الطلبات ملعبات من خلال بيع النقدي قلنا التحويلات لأغراض التجارة لأغراض السفر لأغراض الدفع الكتروني وغيرها طيب يعني هذا هذا جوانب مهم نعم يعني يأتي هذا إجابة على ما كشفت عنه صحيفة وول سو تريت جورنال وذكرت حضرتك بأن هذا في وقت سابق قبل سنة الأسباب التي أدت يعني إلى عدم إطلاق يعني هذا المبلغ كانت يعني ما زالت عدم الثقة لا أستاذ عادل لا أستاذ عادل هذا الموضوع يعني هو يخضع لإجراءات يخطط لها من سنة سابقة وخطوات تنظيم في هذه الخصوص وآلية وصولها لشحنات وكمياتها وغيرها فقد يجوز أن هذا الطلب لم يكن متوافقا مع ما مغطط إليه أو ما يعني تعرف بس لا لا توجد أي قيود في هذا المجال والدليل مثل ما قلت لك أنه لا يوجد أي نقص في النقد من الدولار في البنك المركز العراقي ولم يأتي يوم من الأيام خلال كل هذه الأيام أن البنك المركز العراقي ما لبى طلبات المصارف وشركات الصرافة التي تأخذ البيع النقد والحوالات الواردة للشركات العاملة في العراق ويعني أنطينا لشارع استراتيجية ومولنا الحقيقة لكثير من المفاصل في الاقتصاد العراقي ما هو أنها بالكاش اللي هو حقيقة نسعى في الدينار العراقي أن نقل من هذا الكاش وليس في الدولار اليوم هي حقيقة ممارسة غير طبيعية اليوم هذا الكاش والتعامل بالكاش والكل يعلم أنه هذا اليوم غير متوفق مع ما موجود بالعالم كل العالم يسعى لأن يكون زياره كاش نحن نحاول أن نقل من الدولة بشكل عام ونقل من استخدامات هذا الكاش وبالتالي هذا الطلب على الكاش هو ملبى والحمد لله والسنة القادمة أيضا ملبى وتصريح السيدة السفيرة أيضا بهذا الخصوص ولقنا كل الدعم من الفضرة والخزانة بهذا المجال فما عندنا أي مشكلة بهذا الجانب لا بالدينار لا عندنا نقص بالدينار ولا عندنا نقص بالدولار والحمد لله الاحتياطيات في مستويات التاريخية المرتفعة وما عندنا أي مشاكل بهذا الخصوص ما زال البنك المركز العراقي والمصارف العراقية ممتكة للمعايير الدولية لا توجد أي مشكلة لكن إذا كانت هناك مشاكل في عدم الانتثال وغيرها أكيد صاحب هذه العمليات مشاكل نعم طيب إذا كان لا يوجد أي مشاكل مثل ما ذكرت دكتورة محمد إذن فلماذا لم يستقر سعر الصرف لحد الآن داخليا؟ هنا نجعل النقاط المهمة أولا كل هذه العملية صار إلى حوالي 12 شهر أول مشكلة هي تواجهنا أن هناك دول محرومة مثل إيران وسوريا تجارة لا يستهان بها مع هذه الدول هناك حتى تجارتنا مع تركيا أيضا بها عندنا مشاكل تعرف اليوم تركيا ليست من البلدان هي الرز كفرية أيضا بها الفدرال ويتخوف من موضوع الحوالات إلى تركيا واليوم عندنا تجارة كبيرة أيضا مع تركيا حتى حوالاتنا مع دبي وبالتالي ليش اضطرينا إلى أن نشتغل الدفع بالدرهم الإماراتي حتى حوالاتنا إلى دبي أيضا بها بعض المشاكل وبعض المخاوف من الفدرال ومن الخزانة بهذا الموضوع وبالتالي هناك حقيقة اليوم السعر يتوازن اليوم نحن بالاقتصاد أكو عرض وطلب لازم يتوازن هذا السعر يتوازن من البلد كل الطلبات هذا الموضوع اليوم احنا اشتغلنا عليه شفنا هناك نقص شفنا هناك رفض من قبل شركة التدقيق الدولية ومن قبل تهيطر الفدرالي في موضوع الحوالات إلى تركيا إلى الإمارات وغيرها وبالتالي عملنا على نسد هذه الفجوات وهذا الموضوع صار في الأشهر الأخيرة موضوع الاتفاق مع تركيا الدفع باليارة تركية موضوع الاتفاق مع الإمارات الدفع بديرهم الإماراتي عندنا قريبا جدا ندفع بالأوروبية الهندية اللي صار السابق اللي دفع باليوان الصيني اللي دفع باليوروب هذه مدامك وهذه الفجوات أكيد يبقى هذا السعر عندنا تجارة الذهب اليوم ما كانت عندنا أي شركة للذهب كان عبارة عندنا عن صاغة وضوابط التحويل الخارجي لا تسمح بدخول الأفراد تجار الأفراد إلى المنصة بالتالي أول مرة يمكن في تاريخ العراق سجلت أكثر من 60 شركة ذهب ورح تدخل إلى المنصة وهي تشكل طلب كبير على الدولار أيضا في السوق الموازي هذه الأشياء عندنا السقارة أيضا كانت غير موولة من خلال المنصة بتالي منسي الوزارة أصدر الضوابط والتعليمات الخاصة في هذا الخصوص نحن اليوم نعمل سويا يد بيد مع الحكومة وهذا دعم حقيقة غير مسبوق الحكومة الإعراقية متفهمة جدا لإجراءاتنا وتقبل وتدعم أي إجراء يعزز الامتثال ويعزز تعزيز طلبات التجار العراقيين الأشخاص العراقيين الراغبين بالسفر وبالعلاج وغيرها أيضا عندنا مشكلة حقيقة حتى لا يعني لا أخف عليك الموضوع العلاج عندنا لحد الآن حوالات شخصية والحوالات الشخصية المصاري تتخوف منعتها شركة التدقيق تتخوف منعتها أيضا عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا ضوابط رح تحل هذا الموضوع الأسبوع القادم رح عندنا ضوابط تنظم عملية أيضا وتعزز من عملية الدفع بالكاش لازال عندنا حقيقة طلب على الدفع بالكاش عندنا شركات الجنبية عاملة بالعراق أترى واتب عندنا منظمات مجتمع مدني بحاجة إلى أنه تأتيها تدفقات أموان من الخارج وتحتاج إلى هذا الكاش كل هذا إن شاء الله رح تنظم الأسبوع القادم في ضوابط جديدة نحاول نستطيع كل الثغارات حتى يخفض من هذه الفجوة بين السعرين إذن الأسبوع المقبل تتحدث عن السنة الجديدة بالتأكيد سيكون هناك اختلاف كبير جدا ربما يحقق استقرارا بسعر الصرف دعني أشرك معي دكتور قصي بهذا الموضوع وتحدثنا بأن بهذه المحطة سنتناول توقعات صندوق النقد الدولي ودكتور يعني هنا السؤال الذي يطرح يعني هل من تحركات عراقية بحقيقة الأمر حول هذا الموضوع تخالف توقعات صندوق النقد الدولي بالعام 2024؟ يعني طبعا بالتأكيد صندوق النقد الدولي حريص على إرشاد الدول ومنظمها العراق على بعض المؤشرات الحقيقية مثلا ارتفاع تعينات الحكومية إلى أكثر من أربع مليون موظف يرهق موازنة العراق فعلينا إعادة إصلاح النظام الوزاري لكي تكون هذه الوزارات وزارات منتجة وعملية تحرير الاقتصاد العراقي من النفط باتجاه ثروات متجددة مستدامة الموقع الجغرافي يقف في أولويات الاستثمارات الحكومية حاليا وكذلك إيقاف حرق الغاز من أجل تقليل الاستيراد وأيضا موضوع التنويع الاقتصادي باستثمار المعادن الأخرى لدينا الكبريت الفوسفات هي عبارة عن نوافذ لتنويع النشاط الاقتصادي العراق بحاجة إلى فتح بوابات الاستثمار الدولي لغرض تغذية الاقتصاد العراقي من مصادر أخرى فعملية طمانة المستثمرين عندما أشير إلى الجي بي مورغين والسيتي بانك العالم كله معني طبعا بهذه المجموعات المالية العالمية وهي أيضا لديها شروط امتثال دولي يعني لن تسبح بخروج الدولار لأغراض غير العراقيين بل بالعكس يعني مقدار الثقة يتعزز إذا نجحنا في خلق شراكة مباشرة مع المصارف الأجنبية والعراقيين بالتأكيد سيوضعون أموالهم في المصارف الأجنبية فعملية خلق نظام مالي رصين يشجع على حوكمة الاقتصاد العراقي وإيقاف التعامل مع المناشئ الرديئة يعني لا نزال أمام إصلاح اقتصادي يتطلب دخول ماركات عالمية لاحظت التغريدة اليوم للسفيرة الأمريكية تدعم الشركات الأمريكية في أن تدخل لزراعة الحنطة وتطوير زراعة الحنطة في الأراضي العراقية بمعنى أن الشركات الأمريكية التي تم تلك الخبرة في كل القطاعات يمكن أن تساهم في إعادة بناء العراق خاصة على مستوى المدن المستدامة الذكية والبنك المركزي والإصلاح المالي باعتبار أن الأموال يفترض أن تكون داخل النظام المصرفي هناك أموال لا تزال خارج النظام المصرفي أكثر من 70 تريليون دينار عراقي فإعادة هيكلة المصارف العراقية لسحب هذه المدخرات وتشجيع الاستثمار وإعادة ضخة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية هي من سترفع القيمة الاقتصادية وتطمئن صندوق النقد الدولي على الاقتصاد العراقي نعم هناك مواشرات جيدة أشار لها الصندوق على مستوى التضخم على مستوى المشاريع الستراتيجية في الطاقة النظيفة لكن نرغب بالتأكيد في إيقاف التغيرات المناخية وعودة السجراعة والصناعات الغذائية وسحب الاستثمارات الأقليمية التي من الممكن خاصة الخليجية التي من الممكن أن تحقق أمن غذائي من داخل العراق لصالح دول المنطقة وأيضا ربط السواح الأوروبي للداخل العراقي فهذا الموضوع هو بالتأكيد ما يدور في مذكرة وتقرير صندوق النقد الدولي يعني هذا في باب من عنده بالتأكيد يعني أنواع من الحلول قدمتها حضرتك ولكن دعني أسأل يعني مثل هكذا تقارير تأتي من جهات رصينة تأخذ يعني الجهات العراقية بها بعين الاعتبار وتعمل بها يعني ما أطمح على الحقيقة يعني مو فقط تأخذ يعني الحقيقة العراقي يمتلك اتفاق إطار ستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية فعملية الاستفادة المتبادلة في كل الوزارات يعني وزارة التخطيط معنية بتحويل هذا الإطار الستراتيجي إلى برامج عمل متكاملة نحن أمام علاقات جيدة مع أكبر اقتصاد في العالم لكن الوزارات الاتحادية لم تقدم برامج للتكامل مع اقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأوروبي فنحتاج إلى خريطة متكاملة لكي يكون لدينا تقارب وتطوير بأدوات خارجية طبعا العراق يمتلك الموارد لكن يحتاج إلى مثل هذه البرامج لكي نضع كل وزارة أمام مسؤولية الترابط وتنفيذ هذه الأهداف يعني بالتأكيد سأتوقف عندما أشرت إليه مؤخرا في المحطة الأخيرة اسمحوا لي ضيوفي نروح الفاصل وبعدها نتحدث عن كيف يمكن تطوير الاقتصاد العراقي وإيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط أهلا بكم من جديد وصلنا إذن إلى المحطة الأخيرة من برنامج بالعراقي وخلونا هنا نبحث معا عن حلول لتطوير الاقتصاد العراقي ومستقبل العلاقة ما بين بغداد وواشنطن مناسبة طرح العلاقة ما بين واشنطن وبغداد وأتوجه هنا بالسؤال للدكتور سليمن سيد سليمن يعني رئيس الوزراء العراقي محمد يشياع السوداني اليوم خلال استقباله لرئيس الوزراء الإسباني صرح بأنه العراق ماضي بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في ظل وجود قوات عراقية متمكنة كيف تقرؤون يعني هذا التصريح أظن أن هناك الكثير من الضغط الآن من هذه الميليشيات التي تضمن نفسها في محور المقاومة من جراء الحرب في قطاع غزة سيكون من الضروري أن تأتي العلاقة بين الجيش العراقي والجيش الأمريكي إلى مستوى قوي لقد رأيت الالتزام من البنتاجون الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية لتغيير إطار التنسيق الأمني الذي تفعله الولايات المتحدة مع العراق ومع ذلك هناك قلق بالغ يبقى في واشنطن ومناطق أخرى في المنطقة وفي أنحاء أخرى من العراق حول الميليشيات وجزء من الحجد الشعبي الذي له قدم في القوات الأمنية وقدم أخرى خارج القوات الأمنية وقد لا ينصعون لقيادة رئيس الوزراء وهذا هو قلق من واشنطن حول القوات الأمنية الجيش والحجد الشعبي والقوات مكافحة الإرهاب والشرطة الفيدرالية هل ستبقى تحت ريادة الحكومة العراقية أو تتصرف أيضا بقراراتها منفردة من رأيه أن العلاقة المستمرة بين الولايات المتحدة والعراق على المستوى الأمني هي جيدة للعراق والطبيعة الأخرى للعلاقة يجب التفاوض عليها بين واشنطن وبغداد إذن حقيقة لم أحصل على إجابة ولكن دعني أدخل ربما سؤال من زاوية أخرى هل تقرؤون في تصريح رئيس الوزراء جنبة سياسية بعيدا عن كون هناك حقيقة للأمر بالذهاب إلى طلب بسحب القوات الأمريكية من العراق ما أقرأه من هذا البيان أن رئيس الوزراء يحمي حقه تحت رياء السياسية هناك من صوت له في البرلمان وهم يعارضون أي تعاون أمني أمريكي مع العراق وإن الأحداث خلال الأسابيع الماضية مع أكثر من مئة هجمة ضد القوات الأمريكية الأفراد الأمريكيين المتواجدين في القواعد العراقية في العراق وأيضا الدرابات المتعددة الأمريكية ردا على هذه الهجمات هناك ضغط سياسي من جزء من التحالف السياسي الذي فيه رئيس الوزراء ومن التيار اليمين فيه ومن صوت له ليطلع بهذه المهمة وهذا المنصب كانوا يقرون الآن بالمشاغل الأمنية لجزء من العاملين معه سيكون هناك حديثا أكثر جدية بين واشتا وبغداد على الناحية الأمنية إضافة إلى جانب الأمني سيد سليمان هناك تعاون أيضا في مجالات مختلفة هل هذا سيؤثر هذا التأزم الحالي وربما يكون مؤقت على العلاقات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي مع العراق أمل بأن لا يؤثر كل ذلك على هذا الصعيد عندما كنت سفيرا للولايات المتحدة في العراق وخدمت أيضا في بغداد قبل أن أكون سفيرا للولايات المتحدة في بغداد أعتقد أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق هي حيوية للعراق في المستقبل ولتطوير الاقتصاد العراقي لقد سمعت أيضا إلى السيد قساي والدكتور محمد يتحدثان عن عدد من الثغرات في الاقتصاد العراقي وهناك طبعا تقدم قوي بالنسبة للرقمنة ودكتور محمد صائب فيما تحدث فهنا في الولايات المتحدة لا أدفع بالكاش لكثير من الأمور إلا مثلا عندما أذهب إلى الحلاق وكل شيء يتم بشكل كبير إلكترانيا وبشكل رقمي الكثير من الأمور يمكن إدارتها وإلغاؤها وكذلك كلها من المستويات والمعايير البنكية التي يصب العراق إلى تحقيقها كلها ممكنة ولكن ما ينقص العراق اليوم هو نظام مصرفي قوي أعتقد بأن الإصلاحات التي تحدثنا عنها والاتفاقيات بين الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي وبنك في نيويورك والأردن وكلها أن هناك ليونة وثبات ولكن مسألة الدولار فقط هناك حاجة إلى معرفة المستخدم النهائي لهذه التبادلات وهذا يجب العمل عليه وتطويره أن كل ذلك أيضا يؤدي إلى تطوير العلاقة البنكية وذلك من إطار تعزيز العلاقة البنكية كما أشار الدكتور محمد أن العراق يعزز من علاقته البنكية مع أوروبا وآسيا لكي يكون العراق مشاركا حقيقيا في الاقتصاد العالمي ويستفيد من الحركات التجارية والتبادلات والتحويلات مثلا من العاملين العراقيين حول العالم إلى العراق مع كل هذه الصعوبات فبفضل التعاون والخبرة سيتطور النظام العراقي يعني ربما سيد سلمان أجبت على جزء من سؤال حول تنمية وربما حماية الاقتصاد العراقي ولكن دعني أسأل بما أن حضرتك كنت سفير سابق في العراق هل تكونت لديك رؤية هنا لطرق يمكن أن تنمي وأيضا تحمي الاقتصاد العراقي إضافة لما تقدم طبعا وقد قلت بشكل متواصل خلال العقد الماضي أؤمن بأن الحكومة العراقية نفوذا قويا على الاقتصاد العراقي إن ما يحتاجه العراق هو اقتصاد يتطور بفضل الاستثمارات العراقية وليس الاستثمارات الخارجية مسألة الفساد في الحوكمة وأيضا الأنظمة غير ناضجة وخلت من الأمور أيضا التي تؤثر على تقدم الاقتصاد العراقي إن إذا ما نظرت إلى أرباب الأعمال العراقيين الكثير من أموالهم تبقى في بيروت وعمان وأبوضبي لأن المال هناك أكثر أمانا ويسهل النفاذ إليه والوصول إليه وهناك أيضا احتمالية قليلة بأن تتدخل الحكومة في أموالهم في المصارف إن الاتكال المفرط من الاقتصاد العراقي على القطاع العام وإن الفساد حول الاقتصاد العراقي ومن ذلك من قبل الموظفين في الحكومة يصعب الكثير من التطور وكنت تحدث مع السيد قسية عن تقرير بنك صندوق النقد الدولي قالوا في التقرير بأنهم قلقون تجاه الإنفاق المفرط في الحكومة العراقية لقد حاول السيد السوداني باتخاذ التدابير والخطوات لتوفير الخدمات إلى العراقيين بشكل مباشر وأنفق الكثير من المال وأيضا نوظف الكثير من الأفراد في هذا الجهد أيضا الأموال للأوبك والعائدات إرادات مبيعات النفط قد زادت وصعبت على الحكومة أن أيضا تنفق على المزيد من هذه الأمور ربما كان الدكتور محمد أو سيد قساي قد أشار أنه من الهام للاقتصاد العراقي أن ينوع ويتنوع وأن ينفق الأموال على المورد المائية لأن العراق يعاني من شحن في المياه وقد أشرت يا عادل إلى أن الولايات المتحدة أرادت أن تساعد أيضا في الأطر في إطار الاتفاقية للإطار الاستراتيجي فهناك ناحية لها علاقة بالأمور المصرفية ولكن أيضا بقدرة العراق على بناء اقتصاد أقوى ومتنوع أكثر وأتمنى بأن أرى نجاح الاقتصاد العراقي ليسهر العراق وينعم بالإزدهار في المستقبل طيب دعني أنتقل إلى سيد دكتور محمد محمد يونس يعني كيف يمكن إيجاد موارد مالية بعيدا عن النفط الحقيقة سيد عادل مثل ما تفضل سيد سليمان يمكن أن ألخص للموضوع اليوم هي ثلاث نقاط مهمة اليوم هو الاستقرار الأمني والسياسي النقطة الأولى النقطة الثانية اللي هي توفر مصادر الطاقة الماء والكهرباء ودعمها للقطاعات الحقيقية المختلفة والنقطة الثانية الفساد ومكافحته اليوم أنت تشتغل على هذه ثلاث نقاط تشوف الاستثمار الأجنبي ممكن المستثمر العراقي يعمل والمستثمر الأجنبي يعمل اليوم كنت تتحدث مع صاحب شركة إجاني البنك وعند حوالات وشفت أرقام حوالاتها كبيرة حقيقة يسترد من دولة مجاورة سألت ليش هذه المبالغ وستورته ليش نستوى المعمل أنت بالإعراق قال سيدي هذا المعمل إذا انطفت الكهرباء نص دقيقة الخط الانتاجي كله يتلف بالتالي ما أقدر عندي الإمكانية وعدي القضاء أن أجيب هذا المعمل لكن مشكلة عندنا في موضوع الكهرباء الحد الآن الحكومة جادة وعمل حقيقة دقوب في مجموعة إجراءات لتطوير قطاع الكهرباء وزيادة الطاقة الانتاجية في مجال تحويل المحطات الكهربائية الغازية إلى مركبة وغيرها النقطة جانب الثانية الحكومة تعمل على مكافحة الفساد وهذا ملف كبير جدا دكتور محمد أريد من حضرتك في الجانب المالي هل يمكن الاستفادة من العراق من مودعات ربما من أموال مما لديه الاستفادة منها بمحافظ مالية بصناديق سيادية هل يمكن الاستفادة منها وتكون واردات هو أكيد اليوم الحكومة في السنوات السابقة فكرت في موضوع صندوق الثروة السيادية وليما صار الآن صار صندوق التنمية التي طرح هذا المشروع ممكن يدعم لكن هذا حقيقة مرتبط بمستوى الإيرادات النفطية هل هناك فواف الإيرادات النفطية قادرة على أن تنمي هذا الصندوق وتعزم الاستثمارات أو لا هذا نقطة مهمة يجب التفكير بها والنظر إليها لكن بمجال احتياطات المركز أيضا تحقق عوائد مهمة حقيقة تشكل أداة للتفاوض والتعاون مع البنوك التي تعاملوا إياها وتعزز من علاقات مع المصارف وتدعم المصارف العراقية في مجال فتح الحسابات وبالتالي أيضا توريد إيرادات مالية الدولة إجراءات المالية اليوم هي العمل للضرائب صراحة ارتفاع إيرادات الضريبية إلى 750% هذا ما جاءت من فراغ أول إجراءات الحكومة والحفظ على موضوع نعم وجميع هذه الإجراءات ربما تكون ساندة وداعمة كواردات أخرى إضافة إلى النفط اسمح لي أن أشرك دكتور قصي دكتور قصي حضرتك أشرت إلى أهمية الاستفادة من اقتصادات عالمية مهمة وكبيرة جدا ولكن ما لدينا بحقيقة الأمر هناك تقاطع تعلم حضرتك رأس المال والاقتصاد يبحث عن الأمان والثقة مع وجود عدم تأزم أمني كيف يمكن التعامل وكيف إبعاد الاقتصاد العراقي عن هذه المنغصات المحلية العراقية في كسب ود الشركات التأمين العالمية بالتأكيد السكان المحليين عندما تكون لديهم مصالح اقتصادية سيدافعون عن الاستقرار وعندما أشرت إلى ضرورة أن يكون الشركة الاقتصاد للاقتصاد العراقي هي الشركات العالمية بالتأكيد الشركات العالمية تعلم مصادر الخطر وما هي آلية تفادي الخطر وتقوم بعملية تطوير الاقتصادي ليس بشكل تدريجي وإنما بشكل فوري العراق يحتاج 350 مليار دولار كدفعة أولى لغرض التنويع الاقتصادي الآن المملكة العربية السعودية تستثمر 3000 مليار دولار لغرض التنويع فإذا ما نجحنا في كسب هذه 350 مليار دولار لغرض مثلا إنشاء مدن صناعية ذكية مدن سياحية طريق التنمية المصافي العراقية وتصدير المشتقات النفطية إيقاف حرق الغاز إعادة تأهيل وزارات الاتحادية التي تكون وزارات منتجة هي عبارة عن بوابات اقتصادية لرفع قدرة الاقتصاد العراقي على التنمية فنحن عندما بدأنا في موضوع الإصلاح المالي كبوابة لغرض أن تكون المصارف العراقية هي ذراع عملية التنمية المصارف العراقية بمفردها لن تنجح لكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي أشكرك جزيل الشكر وأشكر أيضا من واشنطن السفير الأمريكي السابق في العراق سيد دوغلاس سليمن ومن بغداد معاون مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية الدكتور محمد يونس كل الشكر لكم وأيضا موصول لكم مشاهدين ومستمعين وسلامتكم انتهت حلقة اليوم مباشر موضوع بل في بداية الأسبوع حلقة جديدة بالتأكيد وشائن عراقي مع سنة جديدة تمنياتنا لكم بعام من الأول أفراح والمسارات أو دعناكم اشتركوا في القناة